ومعنا مشاهدين من أربيل المحلل الأمني مؤيد سالم الجحيشي والمحلل السياسي صباح صبحي أهلا لكم شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذه النشرة أبدأ مع المحلل السياسي صباح صبحي سيصباح يعني الضغط الأمريكي والأوروبي حضر بيء أسلحة عقوبات اقتصادية أمريكية عفوا زيارات وفود لأنقرة للضغط من أجل وقف اطلاق النار هل برأيك أن هذه الجهود ستنجح ستقنع أنقرة بوقف هذه العملية بداية تحية لكم ولكافة المشاهدين حقيقة هذه الجهود لا قيمة لها لأنه واضح أن الجهود التي يذلها الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي جهود بسيطة جدا بالمقارنة مع حجم المشكلة المشكلة كبيرة جدا والقوات التركية تقصف المدن وهناك مدنيين نازحين وهناك العديد من المشاكل التي سوف تنتج هذه العسكرية التركية وتوغلها في شمال سوريا أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية والكل المحاولات التي يقوم بها هي فقط من أجل الرأي العام العالمي من أجل جعل نفسها لكن أستاذ صباح أسف لمقاطعك يعني القيادة التركية تتحدث أيضا عن أهداف سياسية وإنسانية لعمليتها الرئيس التركي يقول بأن هناك مرحلتين ستكون لإعادة اللاجئين السوريين في تركيا إلى هذه المناطق ما يعني عودة إلى بلدهم كيف تعلق باختصار؟ حقيقة هذه العملية العسكرية يعني هدفها واضح وهي التغيير في التركيبة الديمغرافية صحيح يوجد هناك العديد من المواضيع التي يطرحها الأتراك وهو التوغل الأمني المنطقة الآمنة وإلى غيرها من هذه المصطلحات إلا أن الشيء الواضح بالنسبة للجميع أن هناك عدم نية للأتراك لعدم قدرة الأكراد الإدارة الذاتية أو القيام بصنع كيان سياسي كمثيلتها في قليم كردستان حقيقة هذه الجهود التي تبدو لها الأكراد الأتراك هم في المصب السياسي والقومي أكثر مما هو في المصب الإنساني أو الأمني في المنطقة والدليل هناك خسائد جدا في الأرواح المدنيين وكذلك لخروب داعش وإحياء التنظيمات الإرهابية من جديد سيد مؤيد أيضا أهلا بك إلى هذه النشرة فيما يخص القلق العراقي من هذه العمليات الجارية في سوريا يكاد ينحصر في بعدين رئيسيين القلق الأول هو من النازحين والقلق الثاني من عناصر داعش التي يمكن أن تهرب من سجون قسد دعنا نتحدث في القلق الأول الذي هو قلق من النازحين ما طبيعة هذا القلق؟ هل هي قلق من الناحية الإغاثوية؟ هل هو قلق أمني؟ سياسي؟ كيف تتحدث عن هذا الموضوع تحديدا؟ يعني بداية تحياتي لكم ولضيفك الكريم أولا أقليم كردستان يعني يحوي على ما يقارب مليونين إلى مليونين سبعمائة ألف نازح ومهجر من كل مدن العراق؟ هذا واحد اثنين هناك أصلا مهجرين من بداية العمليات في سوريا بسنة الألفين وداعش ولحد هذا اليوم ثالثا هناك تضخم اقتصادي وبطالة أصلا لأن هناك العقوبات التي فرضت على أقليم كردستان من بغداد وقطع الرواتب وعدم إعطاء الموازنة وكل شهر أو شهرين هناك إشكالات ما بين حكومة أقليم كردستان ووزارة المالية ورئاسة الوزراء في بغداد على أن هذه الأموال تذهب سودان أعطونا أموال المنافذ الحدودية تعالوا تفاهموا على أموال تصدير النفط فأقليم كردستان أيضا لديه مشاكل اقتصادية ثم إن ضيفت هذه المشاكل مشاكل النازحين فهذا يستدعي أن هناك تدخل دولي لهذا الموضوع هذا سيتحمل أن ما يعادل مليون إلى مليون سبعمائة ألف نازح أو مهجر سيأتي من سوريا في مناطق كان يتواجد فيها ويحميها قوات قسد أو غير قسد وإن دخلوا إلى أقليم كردستان يعني هناك ستحدث مشاكل إن لم تدخل دولي آسف لمباطعتك يعني تتحدث وكأن عبء النزوح سيقع على عاتق الإقليم وكأنك تستثني بغداد من المساعدة في هذا الأمر هل هناك تعارض بين أربيل وبغداد في التنسيق بخصوص استيعاب موجات النزوح في حال حصلت؟ استاذ محمد احنا عدنا تجربة سابقة اللي حثت فيه 2014 عندما نزحت كل المحافظات التي احتلها داعش فهذه شفناها شوف عيني يعني تجربة كنا نحن على رأس موجودين أن وزارة الهجرة والمهجرين لم تمنح ولم تشارك في ما يعاد الواحد تقريبا 2% من ما صرف على النازحين والمخيمات والمهجرين والمدارس والإتشكان والإطعام والإكساء يعني كلها كانت من منظمات خيرية وكانت من منظمات دولية ثم إضافة إلى منظمة برزان الخيرية يعني كانت منظمة برزان الخيرية لها مطابق يعني شوف عيني أستاذ محمد في المخيمات مطابق تطعم النازحين فطور وغداء وعشاء وكلها كانت أموال خارجية ليس من أموال العراق إضافة إلى ذلك أن وزارة الهجرة والمهجرين بعد أن انتهت هذه السنين 14 15 16 تبين لنا بأنه كانت تصرف من بغداد ولكن كانت وزارة الهجرة والمهجرين كانت تسرق هذه الأموال والتي كانت هي مخصصة للنازحين والمهجرين فكيفما اليوم تريد مني أو تريد الدول أن بغداد تصرف على نازحين من سوريا داخل قريب كردستان يعني مع العراقيين ما صرفوا شون راح يصرفون أموال على نازحين سوريين داخل قريب كردستان نعم أعودي للمحلل السياسي صباح صبحي صباح يعني بخصوص القلق الثاني أو النوع الثاني من القلق العراقي يتعلق بعناصر داعش الهاربة ربما تتابع معنا أيضا هذه الجهود الأوروبية الغربية في التواصل مع بغداد من أجل إقناعها بطبول نقل الآلاف من هؤلاء الدواعش إلى العراق من أجل محاكمتهم هناك هل تعتقد أن هذه الجهود ستتكلل بالنجاح؟ ستقتنع بغداد بالأخير؟ حقيقة أريد أن أعرج على مسألة بغاية أهمية ألا وهو أن طبيعة الدواعش الموجودين في سوريا تختف عن الدواعش الموجودين في العراق حقيقة الموجودين في سوريا كلهم من جنسيات أوروبية هم خطرين جدا هم الذين قاموا من هذه الأميال وقطعوا آلاف الأميال من أجل المشاركة في معارك طاحنة وشرسة وهم من أخطر أنواع الدواعش الذين وجدوا في هذه المنطقة وحقيقة نقلهم إلى العراق لديها نوعين من المخاطر أولا السجون في العراق غير مؤمنة أولا هذا الأمر جدير بالذكر أن هناك العديد من الحوادث التي حصلت هروب جماعي للسجناء في أبو غريب وغيرها من السجناء والنقطة الثانية هناك خلايا نائمة في العراق أصلا يعني ممكن أن هذه الخلايا النائمة أن تقوم بهجمات على هذه السجون والتفجيرات كما حصلت مسبقا كذلك إشاعة الفوضى في هذه السجون إذن أي هذه الحلول التي تطالب بنقل الدواعش إلى العراق غير منطقية وغير عقلانية وبالأحرى كانت الدول الأوروبية إذا كانت تريد الحل حسب القوانين الدولية كان المفروض أن تقوم بإرجاع هؤلاء الدواعش حسب جنسياتهم ومحاكمتهم في بلدانهم أنفسهم لكن الجهود الأمريكية في هذا خصوص أستاذ صباح آسف لمقاطعتك يعني الجهود الأمريكية بدلت في هذا الاتجاه بخصوص نقل هؤلاء المحتجزين الدواعش الأجانب إلى بلدانهم لم تقبل البلدان الأوروبية استقبالهم أستاذ مؤيد هل تعتقد أن الخيار الثاني إذا كان العراق يعني لا يسمح بنقل هؤلاء الدواعش إلى السجون العراقية هل تتوقع أن تركيا تقبل باستيعابهم في سجونها ومحاكمتهم؟ يعني بداية حسب القوائم الذي صرحوا بها قوات قسد أنهم لديهم 12 ألف مقاتل من تنظيم داعش 4000 منهم تحت سنة 18 سنة 8000 منهم بالغين يعني فوق الـ 18 من هاي الـ 8000 طبعا هم طبعا أجانب وعرب وعراقيين لـ 8000 من هاي الـ 8000 هم مفصلين أنه منهم 2000 مقاتل هم من الخطرين من هاي الـ 2000 أكو 1160 مقاتل مصنفين على أنهم من أخطر الإرهابيين بالعالم وهما منهم طبعا عراقيين وأجانب وعرب هؤلاء شوفوا أستاذ محمد يعني هاليوم إحنا ما لن نعلاقى التصريحات الأمريكية والتصريحات تركية والتصريحات العراقية هم تحت أمرت قوات قسد يعني سيد ترامب قال لدول هؤلاء الدواعش تعالوا استلموهم تعالوا خذوهم وحاكموهم مع يقبلون طيب إحنا العراقيين أول شي عدنا إرادة النصر في ستة مراحل قالت بأنه لا يوجد دواعش حاليا في العراق أو لا يوجد أي تواجد يخيف العراقيين حاليا هاليوم إن ظهر دواعش لنا غدا أو بعد غد فأكيد هؤلاء الدواعش هربوا من هذه السجون على وقع القتال ما بين الأتراك وقوات قسد ودخلوا إلى العراق طيب من راح يتحملها راح نرجع إحنا العراقيين أستاذ محمد نتحمل هذا الموضوع ورح يقتل من العراقيين ورح نشوف مفخخات ورح نشوف فعاليات لتنظيم داعش يعني فقط يعني هو هذا الداعشي فتنص دقيقة أستاذ محمد هذا الداعشي هو يقول يقول أنا ما رد أطلع من دولة الخلافة دولة الخلافة اللي هي سوريا والعراق فهو ما رد يرجع لدوله ولا رد يرجع لتركيا ولا رحمتها في مصر يريد يبقى ما بين سوريا والعراق يعني راح نرجع نفس الموال حسب التصريحات الرسمية التي جرت أو التي غطت هذه الجهود استى صباح رغم ذلك رغم ما يتفضل به الأستاذ مؤيد الجحيشي بهذا الخصوص يعني رغم ذلك هناك أطراف سياسية عراقية أعلنت اعتراضا على ما تصفه خطة يعني بين الدول الأوروبية والعراق لنقل جزء أو كل هؤلاء إلى العراق لمحاكمتهم يعني ما هي السيناريوهات المحتملة هنا حقيقة هو هذا التصرف الصحيح يعني أولا يجب أن نعترف بأن البيئة الحاضنة للإرهاب يوجد في العراق وفي سوريا أيضا إذن نقل هذه هؤلاء الدواعج سوف نساعد بأنفسنا لبناء بيئة جديدة أثر هذا الخلاف الموجود داخل سوريا هذا النقطة الأولى النقطة الثانية يوجد هناك حلول أيضا ممكن أن تكون هناك حلول بديلة لا سوريا ولا العراق ممكن الولايات المتحدة الأمريكية لأنها هي التي قامت بسحب قواتها وإعطاء الضوء الأخضر إلى القوات التركية من أجل التوغل يجب أن تقوم كمسئولية دولية أو قد ممكن أن تقوم بها منظمات دولية أخرى كالأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي أيضا في نقل هؤلاء الدواعج إلى منطقة أخرى لتكون بلدا آخر وتكون سجونها مؤمنة وبيئتها أيضا مستقرة كما هي مثيلاتها في غوانتانامو على سبيل المثال هذا هو الحل الأنسب وأي شيء آخر أي حل بديل أنا أعتقد أنه دليل على أن هناك أياذ خفية من أجل جرى العراق إلى فوضى جديدة وإلى عدم استقرار جديد وإلى حروب داخلية أخرى في العراق هذا هو الحل من المقترح أن تقدمه القوى السياسية الموجودة في العراق وفي إقليم كردستان أيضا من أربيل المحلل الأمني مؤيد الجحيشي والمحلل السياسي صباح صبحي شكرا جزيلا لكما ومحل لكما